في أخت من كندا بتقول هي عندها مرارة تجاه والدتها لأن هي دايماً بتفرق في المعاملة بينها وبين أخواتها ومش بتحب أولادها زي أولاد أختها يعني في تفريقها في المعاملة من بين الأم ليها والأولادها كمان مش بتحبهم زي بيت الأحفاد يعني بدال الأب والأم ما يكونوا قدوة أحياناً بيكونوا عصرة غريبة أني واحدة تحب أولاد أختها أكثر من أولادها غريبة أولاد يعني بتحب أولاد البنت دي أكثر من أولاد البنت دي أولاد البنت دي أه يعني الجدة تميز بندة وبندة أه بتميز أه المفروض كأم ربنا أوجدها مثال وخدوة يتعلموا بناتها منها هيتعلموا المحبة المحبة الغير مغرضة والمحبة اللي لا تفرق والمحبة اللي يتحب كل أحد بالتساوي وخصوصاً عيال ولادها أو بناتها على الأم أنها تقدم توبة وترجع لربنا عشان روح الله يعمل فيها وبعدين يثمر في قلبها محبة نقية محبة الروح غير محبة الجسد أو المحبة العالمية المحبة الروحية لا تسقط أبداً ولا تميز بين إنسان وإنسان وتحب الجميع تحب الجميع أقول الأم ترجع لربنا وترتبط بربنا عشان روح الله يثمر فيها وبيها عمل مباركة أمين يبونا نقول إيه البنتها لحسها بالظلم من معاملة الأم نقول لبنتها تشفق على أمها وتصلي من أجلها وبعدين بلاش تفكر في نفسها وقد يكون فكرها مش في محله قد يكون فكرها مش في محله عندها شيء من الأنانية بتفكر في نفسها عايز تبقى هي المحبوبة أو هي الأولى فممكن ربنا بيعالك شيء عندها ترجمة نانسي قنقر